سيد عامل صاحب جلالة على اقليم خميسات السيد الرئيس محجوب احردان المحترم السيد الكاتب العام لعملة اقليم خميسات السيد نائب ورئيس جامعة الماس السادة رجال السادة الكسابون السادة الضيوف الكرام في البداية اود قبل كل شيء ان ارحب بكم جميعا واشكركم على تلبية الدعوة والحضور معنا في هذه المناسبة السعيدة المخصصة لتنظيم المباراة السابع عشر لاختيار احسن المربى ابقر ثلالة والمزعير اود كذلك ان اتوجه بالشكر الجزيل للسيد العامل وكذلك للسلطات المحلية والسيد الرئيس السادة رؤساء ان تنظيم هذه المباراة تدخل في اطار حسين وانما تربية ابقار ثلالة المزعير التي تعد من احسن الابقار المحلية المغربية هذا النوع من ابقار تتوفر فيه عدة مميزات وخاصية مهمة والمتعلقة بانتاج اللحوم فحسب تجارب الميدانية التي اجريت في اطار البرامج الذي وضعته وزارة فلاحة تبين ان هذا الصنف من الابقار اذا توفرت له الامكانيات الغدائية الملائمة فان معدل الوزن عند الولادة يتراوح ما بين 20-23 كيلوغرام معدل الوزن عنده 6 اشهر يتراوح ما بين 130-140 كيلوغرام ومعدل الوزن عنده 18 شهر يتراوح ما بين 290-350 كيلوغرام عدلت السادر السيدات لتشجيع مربئ ابقار المزعير وتفعيهم للحفاظ بها وصيانتها والبحث عن المزيد من مرضوديتها تقوم المدير الإخليمية لفلاحة بكميسات سنويا بتنظيم هذه المباراة على صعيد هذه المنطقة لاختيار أحسن مربو في المشرية وقد سبقت هذه المباراة عملية الانتقاء الأولي لاختيار القطعان التي شاركت اليوم في المباراة النهائية هذه العملية ثم إنجازها خلال الفترة الممتدة بين 16 يونيو و4 يونيوز 2010 وذلك بجماعات والماس جماعة بوكشمير وجماعات 8 إشو شارك في العملية أزيد من 1020 رأس من الأبقار عدد الأبقار التي تم اختيارها للمشاركة في المباراة النهائية هو 133 رأس وذلك حسب التنقيد المحصل عليه من طرف الجنة الانتقاء وكذلك حسب الاعتمادات المتوفرة عدد الأبقار للمشاركة 133 موزعة كما يلي 72 بقارة 19 فحل 27 عجلة 15 عجلة للإشارة أريد أن أؤكد أن هذه الجوائز تبقى رمزية بحيث الغلاف المالي المخصص للجوائز لا يتعدستين ألتنا والهدف الرئيسي المتوقع من هذه المباراة هو التعريف بهذا النوع من الأبقار وكذلك المساهمة في إظهار المؤهلات التنموية والسياحية لمنطقة الماس والتعريف بالمجهودات المبدولة من طرف مربي الماشية وكذلك مجموعة مجهودات وزارة الفلاحة في هذا الميدان قبل أن نمر إلى تقديم نتائج المباراة أريد أن أذكر تقني قامت بمنح مالي قدره 600 ألف درهم لفائدة جمعية مربي سلالة المزعين وذلك من أجل تقوية التأطير وتجهيز الجمعية بالوسائل الضرورية وستقوم الوزارة كذلك بدعمين قد يصل إلى ججد مليون ومياه وخمسة وسبعين ألف درهم منها 500 ألف درهم قبل نهاية سنة 2010 ومليون وستمائة وخمسة وسبعين الدرهم في سنة 2011 شريطة أن الجمعية تعقد جمعها العام العادل من أجل تجديد المكتب والعمل على إنجاح البرنامج المسطر وذلك في أقرب الأجال كما أتفق عليه في آخر الاجتماع هنا في أولماس وفي الأخير أجديد الشكر للقدور آملي أن يجعل الله من هذه التظاهرة انطلاقاً فعلياً لإتنمية الفلاهية والقراوية بالمنطقة وأن يكون موشم مقبل موشماً ممتراً وأن تكلل جهود الفلاهين والكسابين بمرضوضية أفضل ومحصول أكثر حتى نساهم في الاتفاق الذاتي لبلادنا وفقنا الله لما فيه خير جميع احترعاية السبب العالي بالله جلال